بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا هذه فيما سبق نتابع فيما سبق تكلمنا عن الأسرة المسلمة خاصة الأسرة في بلاد المهجر ونحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتكلم فيما نتكلم فيه اليوم في الأبوين القدوة والأولاد القدوة وكيف يندمج الانسان في المحيط الذي يعيش فيه Aujourd'hui إن شاء الله تبارك وتعالى on va suivre sur ce qu'on avait parlé la dernière fois sur la famille musulmane surtout qui sont dans l'immigration qui sont à l'étranger de leur pays et إن شاء الله تبارك وتعالى aujourd'hui on va parler sur les parents exemple sur les enfants exemple et comment on peut vivre dans le pays d'accueil si on veut dans le pays d'accueil bien sûr qu'on n'a emigré la doudon فالأبوين القدوة إذا تكلمنا عنهم في الكلام طويل جدا لكن نحاول إن شاء الله أن نختصر في هذا الكلام ونقول بأن أولا وقبل كل شيء يجب اختيار الزوجة كما يجب اختيار الزوج لتكون الأسوة حسنة إن شاء الله تبارك وتعالى إن عندما يكون الإنسان اختيار زوجته على ما شارع الله تبارك وتعالى وعلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابدد أن تكون النتيجات حسنة إن شاء الله تبارك وتعالى donc si on parle de la famille exemple c'est à dire les parents c'est que subhanallah quand on choisit l'épouse c'est à dire l'homme il choisit sa future femme إن شاء الله تبارك وتعالى et la femme aussi choisit son époux là إن شاء الله on a presque une garantie totale une garantie royale que إن شاء الله تبارك وتعالى la famille vive vivre ou bien il va vivre dans des conditions formidables إن شاء الله تبارك وتعالى donc الابو القدوى ou le père exemple déjà il faut montrer l'exemple quand tu choisis ta femme comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on a déjà parlé de ça l'insa yaktaru tu khtaru zauja ou tounka hus zauja les arba faqala adhi l'arba min beyniha vatuddin son futur son futur époux son futur époux pour choisir le futur époux le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des indices nous a donné des signes ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith bien sûr est authentique sallallahu alayhi wa sallam on va tout de suite chercher dans la traduction du hadith du puits sallallahu alayhi wa sallam النبي sallallahu alayhi wa sallam يقول في حديث الشريف الصحيح الذي هو في صحيح البخاري وكذلك عن ذا مسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي سبحان الله هذا هذا المثل الذي أعطانا رسول الله صلى الله وليتكلم عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إذن القدوة والexemple qu'on peut prendre si on prend l'exemple sur le prophète صلى الله عليه وآله كثير من الناس يأتي إلى تلك الآية المباركة في القرآن الكريم التي يقول الله تبارك و تعال فيها الرجال قوامون على النساء هذه القوام لابد أن نفهمها كيف هذه القوام وكيف تكون هذه القوام وما هي القوام لابد أن نفهمها ليس القوام هي بالصراخ أو أنتهى كل شيء الرجل هو كل شيء ولمرأ ما عند أحد شيء ويسير هكيم لا ليس هذا هو الحل وليس هذا هو الصواب في هذه الآية وليس هذا هو مضمون الآية الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم ما أنفقوا يعني الإنسان إذا كان يريد أن يكون في القوام التي أمر الله تبارك و تعال بها فالقوامة هي القوامة الشرعية فالقوامة إذا كان فالقوامة يريد أو يريد 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 أن تكون على الشرعية في القوامة صلى الله وليس يريد أن يفهم الهياء في القرآن الكريم كذلك الزوجة القدوة إذا أرادنا أن نتكلم عن الزوجة القدوة فعلينا أن نرجع إلى الصحابات الكريمات رضي الله عنه وخاصة أزواج النبي صلى الله وَلَيْيَوْسَلَّمْ كيفَ كُنَّمَ النبي صلى الله وَلَيْيَوْسَلَّمْ وَكَيْفَ كَنْتْ أَخْلَقُهُنَّ لِأَنَّ نَرْجِعُوا إلى الحديث الأول comme on dit os l'exemple le meilleur exemple sur le prolet صلى الله وليس donc c'est lui qui nous a éduqué c'est lui qui nous a montré comment il faut vivre avec sa famille pour être tranquille pour vivre tranquille et سبحان الله نحن نبحث في ستبوز الله تبارك وتعالى قال في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستنك أحدين من النساء ينتقيتون فكذلك نحن لابد من التقوى إذا أردت المرأة أن تكون قدوة فعليها أن تختار الطريق الصواب على ما كانت عليها النساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الكريمات donc si la femme cherche d'être une femme ou une mère idéale, une mère exemple il faut qu'elle cherche dans la vie des épouses des prophètes صلى الله عليه وسلم et dans bien sûr les صحابيات, les compagnontes des prophètes صلى الله عليه وسلم إذا بحثنا في هذا الموضوع وفي هذه الشريحة التي هي خير الخلق عند الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق ثم نساؤه صلى الله عليه وسلم خير نساء العالم كذلك بعد نعم بعد أم سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وكذا فلابد أن نبحث في هذه الشريحة العظمة كيف كانت أخلاقهن وكيف كنا يتصرفن ونرجع إلى الحديث الأول الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم فربيدات الديني تاريب تيادك إذن صحيبة الدين لابودة أن تبحث عن القدوة الحسنة في هذه النساء المرأة القدوة هي التي تختارو الطريق السلام لتري بناتها وأبناءها كيف يعيشون وعندما نرجع إلى الحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فربيدات الديني تاريب تيادك لأن صاحبة الدين تقنع بالقليل وتعين زوجها على تربية أولادها وتكون حقيقة قدوة يقتدى بها فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنة وبصفاته العلا أن يجعل نواء أيكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا وإيكم نختارو القدوة تصالحة القدوة الحسنة التي قال الله تبارك وتعالى فيها لقد كان لكم في رسول الله يسواتون حسنة للمنكان يرجو الله واليوم الأخير والذكر الله الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى في سورة الهزاب لقد كان لكم في رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة